هذه أبرز العناوين فريق إسبانيون يرغب في ضم النصير مزراوي جامعة القجاع تفاجئ المغرب وتستعد للتعاقد مع رونار بعد تقديم استقالته من تدريب منتخب فرنسا للسيدات سوفيا أمر بطيوضح بخصوص مستقبلها والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس فريق إسبانيون يرغب في ضم النصير مزراوي جدد فريق أتليتيكو مدريد الإسباني رغبته في ضم الدولية المغرب النصير مزراوي المحترف في صفوف نادي باير مينيخ الألماني في الفترة المقبلة وفق الصحيفة فيتشخص الإسبانيا فإن الدولية المغرب نصير مزراوي عدد من اهتمامات المدرب الأرجنتيني ديوغو سيميوني في المركات الصيف المقبل لتدعم خط دفاع الفريق وفي الوقت الذي تحدثت في صحيفة توتوسبور الإيطالي على أن مزراوي يوجد أيضا على راداريو فينتصر إيطالي الذي يبدي رغبة في ضمه إلى الصفوف السيدة العجوزة في مرحلة الانتقالات الصيفية المقبلة يشار إلى أن مزراوي يرتبط بعقد مع باير مينيخ حتى صيف 2026 علما أن تقارر صعف ألمانيا أكدت في وقت سابقا إدارة الفريق البافاري باتت مستعدة لسماع العروض المقدمة للعب المغربي بعدما غاب عن عديد مباريات الفريق منذ قدومها بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها جامعة القجاعة تفاجئ المغرب وتستعد للتعاقد مع رونار بعد تقدم استقالته من تدريب منتخب فرنسا للسيدات أعلن المدرب الفرنسي في رونار مدرب منتخب فرنسا للسيدات عن استقالته من تدريب الفريق مباشرة بعد انتهاء منافسات الأولمبياد صيف السنة الجرية وأعرب هيرفرينار عن رغبته الجد في قيادة منتخب في كأس العالم 2026 ووفقا لصحيفة ليكيب الفرنسية سيصبح هيرفرينار متاح للتعاقد معه الصيف المقبل حيث وحسب ما ذكرت صحيفة ليكيب الفريادي الشهيرة فإن هناك خمس دول ترغب في ضمه لتدريب منتخبتها وهي الكاميرون كوريا الجنوبية المغرب بولندا ونيجيريا وأكد رونار أنه يتطلع للمشركة مدرب في كأس العالم لرجال المرة الثالثة بعد أن سبق له أن حضر سنة 2018 مدرب للمغرب و2022 مدرب للسعودية في موندي القطر الماضي إلا أن التجربة السابقة لم تكن موافقة ويبحث عن خوض تجربة جديدة ورغم أن الجامعة نفت نيتها في الاستغناء عن وليد راقراقي إلا أن تقرر صحيفة ليكيب الفرنسية خلق الجدل بعدما كشفها بخصوص هيرفرينار سوفيان أمرابط يوضح بخصوص مستقبلها خرج الدولي المغربي سوفيان أمرابط بتوضيحات تهم مستقبله الكروي مع فريقه مونشستر يونيتد الإنجليزية وقال أمرابط في تصريح لموقع وينوين أن اليوم ألعبوا لمونشستر يونيتد وركزوا على عملي وصنر ماذا سيحدث مستقبلنا وكان الصعافي الإيطالي رودي جاليتي المختص في أخبار الانتقالات قال أن مونشستر يونيتد قرر رسميا عدم شراء عقد سوفيان أمرابط الصيف القادم وشرك أمرابط في 22 مبارة مع اليونيتد هذا الموسم تضمن الظهور أساسيا 13 مرة فقط بإجمال 1155 دقيقة يشار إلى أن أمرابط بات على رادار عديد الأنديا بعد التأكد رحلي عن مونشستر يونيتد حيث أشار تقرر صحيفة إيطالية عن اهتمام تنائي من يوفينتوس وميلان الإيطاليين الجامعة تحدد الموعد الرسمي لمواجهة الأسود زامبيا بتصفية المونديال حددت الجامعة الملكي المغربية لكرة القدم موعد مباراة المنتخب الوطني ضد زامبيا برسم الجولة الثالثة عن دور المجموعات من التصفية المؤهلة لكأس العالم التي تصادفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيكا في 2026 ويستقبل المنتخب الوطني لكرة القدم نظره الزامبي في السابع من يونيو 2024 بمركب أدرار بأكدير بسبب إغلاق المجمع الرياضي الأمير مولي عبد الله بن رباط الذي يخضع للإصلاحات استعدادا لاستضافة نهائية كأس إفريقية للأمم المقاررة في المغرب سنة 2025 إن شاء الله وأخذ المنتخب الوطني لكرة القدم مبارتين وديتين في مارس الحالية فز في الأولى على أنجولا بهدف للسفرين وتعادل في الثانية ضد مريطانيا بالسفر لمثلها ما أغضب الجماهير المغربية بشكل كبير خاصة أن المنتخب ظهر بمستوى متوضع في المبارتين معنا وعجز عن خلق فرص تسجيل كثيرة وأوقعت قرعة نهائية كأس العالم المنتخب الوطني بالمجموعة الخامسة إلى جانب منتخبة زامبيا وطنزانيا والكونغو الديمقراطي والنيجر مع الإشارة إلى انسحاب منتخب إريتريا من التصليات بالسبب الأزمة المالية لجنة من الفيفا تصل إلى المغرب لتفقد ملاعب مونديال 2030 وصلت لجنة تقنية تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إلى المغرب وتحديدا إلى مدينة مراكوش المغربية بغية تفقد مالعبها الكبير ومرافقها الرياضية أخرى في إطار استعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال وحضر أعضاء لجنة الفيفا مباراة الكوكب المراكوشي وحسنية أغادير يوم الخامس الماضي ضمن منافسة دوري الاتنين والتلاتين لمصابقة كأس العرش قبل زيارة عدد من الملاعب والمنشآت الرياضية في مدينة مراكوش المرشحة لاستضافة بعد مباراة مونديال 2030 ووفق لما كشفه مصدر مسؤول في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم حسب موقع العربي الجديد فإن وفدا من الفيفا سيوصل زيارته إلى عدد من الملاعب المرشحة لاستضافة المونديال وذلك بعدما بدأ قبل حوالي الشهر جولة على الأرض للكشف على المرافق الرياضية الخاصة بمونديال 2030 وأبرزها بناء ملعب جديد في الرباط وتوسيع الطاقة الاستيعابية للمجمع الرياضي الأمير مولي عبدالله لتصل إلى 80 ألف مقعد وذكر المصدر نوهت لجنة الفيفا بسير أشغال الملعب الكبير في طنجة واعتبرت ذلك مؤشر إيجابيا إلى جدية المغرب في تجهيز جميع الملاعب المرشحة لاحتضان مبارية المونديال قبل الموعد المحدد لتسليمها في المقابل من المرجح أن تتفقد هذه اللجنة أيضا ملاعب أخرى خلال الأيام القليلة القادمة في كوليمينفاس والدار البيضاء والرباط وأغادير إضافة إلى الوقف على مدى استجابة المغرب للمعايير المتفق عليها في قائمة شراط الترشح عبر تفقد الموانئ والمطارات ومحطات القطار والمستشفيات وشبكة الطرقات وشبكة الاتصال والفنادق وجهوزيتها وكانت الحكومة المغربية قد قررت إعادة تأهيل السيتم ملاعب ومرافقها مثل ملعب طنجة الكبير وملعب محمد الخامس في الدار البيضاء وملعب الأمير ملعب ضالله في الرباط وملعب مراكش الكبير وملعب مراكب فاس وملعب أغادير الكبير إضافة إلى بناء ملعب جديد في مدينة بن سليمان البعيد عن الدار البيضاء حوالي 38 كم وذلك في إطار الاستعدادات لاستضافة بطلة كأس العالم 2030 وبطلة كأس أمم إفريقيا 2025 اشتركوا في القناة